الفكرة اللي قدامكو دي جايبة اتنين مليون لايك على الفيسبوك انا بقى قررت اعمل البطاطس زي ما هو عملها كده في الميكرويف يلا بينا جبت حبيتين بطاطس وخرمتهم بالشوكة كده زي ما هو عملهم بزا وحبيت البطاطس لا هي كبير قوي ولا هي صغيرة قوي حوالي الاتنين كده يعملوا تلتمية تلتمية وخمسين جرام وجبت الزيت زي ما انتم شايفين وهنرش عليه رشتين وندلعهم كده ونقلبهم عالجنب التاني ونديها رشة كمان ونجيب بقى شوية ملح ونحط عليهم امعلم يدوب معلقة صغيرة كده والتجويد بقى بتاع المصريين انا جبت شوية فلفل اسود كمان عليهم وندعك ده كله في بعض تحد ما كله يمتزك في البطاطس وانا اخوضها هيلة هوب على الميكرويف في بقى حاجة حلوة اوه في الميكرويف اللي عندي ده لقيت مود اسمه جاكت بوتيتو وده مخصوص جدا للحكاية بتاعت البطاطس دي عملتوا بقى على تلتميت جرام وهو اداني حوالي خمس دقايق بالزبط وبعد الخمس دقايق دول هنقلبهم عالوشي التاني وندهم خمس دقايق تاني المهم وهي بتتضحرك كده جوه في الميكرويف هقول لكم مين اخترع الميكرويف اللي اخترع الميكرويف يا سيدي واحد اسمه بيرس سبينسر امريكي الجنسية وكان عالم فيزياء كبير جدا اخترع بالصدفة البحتة وهو كان في سنة الف تسعمائة خمسة واربعين بيشتغل على براية اختراع لحاجة ليه علاقة بالفيزياء وكان في جيبه كتعة شوكولاتة المهم لقى فجأة ان الشوكولاتة اللي في جيبه ساحة لما اتعرضت لموجات قصيرة من الميكرويف ومن هنا امعلم جي اختراع الميكرويف سنة الف تسعمائة سبعة واربعين وده كان اول انتاج للميكرويف وكان بيتباع وقتها بربعمية خمسة وتسعين دولار خلصت البطاطس على الوشين وتعالوا بقى ناخدها نفتحها من جوه ونشوف هي ايه دنيتها بالزبط انا فتحت واحدة وهنفتح التانية قدامكم بالمقص كده اربعة اربع بس انا هعمل فيها اضافة بقى كمان من عندي خلوه لكم سخنة جدا انا هحط لها بقى جبنة كده وادلعها ونحط لها شوية ملح ومستردة وندخلها جوه الميكرويف ونشوفها بعد ما تطلع نديها كمان تلات دقايق كمان تعالوا بقى نشوف الجبنة المتزاريلا لما تتحط عليها هيبقى شكلها عامل ازاي ونروح نوديها تاني على الميكرويف ندخلها حوالي دي او نص دي يقتم بالكتير قوي وهتطلع زي ما انتم شايفينها كده ايه داخلها جوه انا شايف الجبنة هيبتفرقع من جوه بصراحة شكلها تحفة ورحتها هيلة تعالوا بقى نطلعها ونديها بقى حتة مستردة كده من على الوش انا بحب المستردة جدا على البطاطس ممكن الناس بقى بتحط كاتشاب ممكن الناس تحط حاجات تانية بس المستردة رهيبة حطيت المستردة وديتها كمان رشة فلفل اسود وهتدوء احلى بطاطس بصراحة الراجل ده يستاهل مليون لايك خطيرة ما تنسوش بقى اللايك والشير وتدعوه دعوة حلوة وصالوا على الرسول عشان عمركم يطول ترجمة نانسي قنقر